طب كابتن يعني مرسلنا طبعا فاروق صلاح من أرض الملعب وبيعمل لقاء مهم مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون القرى الطائرة فإلى هناك من جديد بجدد تحية بيك كابتن هيسم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة الندلالي في كل مكان عقب انتهاء المباراة الأولى اللي جمعت ما بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الكونغو ديمقراطية وفوز منتخب الكاميرون بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لشيء من منتخب مصر ومنتخب المغرب يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء دكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري للكرى الطائرة دكتور سامح برحب حضرتك على شاشة قناة الندلالي النهاردة يوم لتتويج مجهود بوزل على مدار العام الماضية في البطولة إن شاء الله ربنا نكلله بالانتصار ويعني نقول مبروك لسعود مصر كخلاص دماننا أحد المراكز لكن نتمنى إن شاء الله لفوز على المنتخب المغربي وتصدر مصر لهذه البطولة الحمد لله يعني إحنا عضينا موسم شاق جدا جدا وبعد ما خلصنا نمسك متى كورونا ده بدأنا نفكر في المنتخبات اللي هي تلعب بطولات أفريقيا وللأسف بطولات أفريقيا دي كانت معمولة وتلاغت ورجعت تاني فالرجوة بات حادة ما دناش فرصة تعداد جيدة كبيرة لكن الحمد لله إحنا اللي قدرنا نعمله إن إحنا جمعنا المنتخبات اللي حتلعب تلات منتخبات والحمد لله نهاردة بإذن الله إن شاء الله إحنا كده سواء كسبنا أو خسرنا إحنا رحيين بطولة العالم في شهر التاسعة بس إن شاء الله بيذن الله إحنا ننفذ بطولات لأول أفريقيا لأنه بعنا مدة طويلة ما طلعناش أول أفريقيا ومنها إن شاء الله نوصل بطولة العالم في المكسيك في شهر تاسعة إن شاء الله واحد وعشرين دكتور سامح عايزة أخذ حدق نقطة مهمة جدا لازالت مصر بتجني سمار التنظيمات في المحافة العالمية شفنا الكأس الأمم الأفريقية شفنا كأس الأمم الأفريقية للكورة القدم للمتخب الأولمبي وأيضا المتخب الكبير كورة اليد كأس العالم والنهاردة البطولة تقد بتضع مصر على المكانة الطبيعية والريادة المصرية في القرى السمراء والكرة العالمية ما فيش شك طبعا البطولات التي اتعملت في مصر دي أثبتت جدارة إدارية غير طبيعية في تنظيم البطولات العالمية لأن النهاردة كمان فيه بطولة العالم في الرماية في نادي الصيد في أكتوبر وغير البطولة دي فيه بطولات تانية كثيرة وإحنا عندنا البنية للوقت التحتية والبنية الأساسية تسمح لنا أن نستضيف أي بطولة على أي مستوى والحمد لله الكواد الأدارية موجودة في مصر والحمد لله أنها دايما 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 في الصدارة بتاعت تنظيمات بطولات إفريقية دكتور سامح نعرف أن في خطوط اتصال دايما والوزير دكتور أشرف صبحي متابع كل كبيرة وصغيرة يعني حطنا في الصورة الرجل بيتابع كل الأمور بنفسه بيبقى موجود في كل المباريات تكلمنا على هذا الأمر طبعا سيادة الوزير أشرف صبحي بصراحة دكتور أشرف صبحي على طول مستمرر بيراعي كل الفرق الرهدية وخصوصا لما يكون عندنا بطلات وهو واقف دايما معنا وبيتزللنا أي عقبات يعني كان طبعا قدامنا عقبات كتيرة لكن الحمد لله تزللت والحمد لله احنا دوقتي ماشيين يعني في كل الأمور ببساطة وسهولة وده مما يدينا أن احنا أعدنا الفريق في مدة قصيرة جدا 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 وكسبنا الحمد لله الماتشين اللي هما يقاهلونا وعندنا أمل إن شاء الله أنه بطل أفريقيا وبرضو يعني المجهدات تحت الوزارة يعني بصراحة مهم تمنهم حاجة بينفزوها لنا على طول في دعم لا محدود من القيادة السياسية ومن الدولة المصرية دعم لكل الرياضيين بممثل فيه فخمة الرئيس عفتاح السيسي يعني كل الدعم بيقدم لكل الرياضيين بالضبط ده دفع قوي جدا لكل الرياضة في مصر وأتعاشى من الرياضة في مصرية تنهض من جديد لأن احنا مرينا بظروف صعبة كل الرياضيات يعني مش مش كرة طايرة بس بس بالأخص كرة طايرة لأنه كان عندنا أغفقات كتيرة وكان عندنا يعني للأسف صراحة كتير جدا في الاتحادات الرئياضية التي تعاقبت على بعض بالنسبة للكرة طايرة والحمد لله الحمد لله احنا دوقتي من عين ترتيب البيت وبإذن الله ان شاء الله يعني نسيب البيت للناس اللي جاية ممهد علشان هو كمان يقوم ببطولات ويكسب بطولات ويدايم يبقى في الصورة العالمية دكتور الفترة القادمة عندنا متخب النشئات في بطولة في ننجيريا حطينا في الصورة وأيضا متخب النشئين تحت 19 سنة يعني حطينا في الصورة والمسابقات القادمة للكرة الطايرة في الرياضة المصرية احنا الحقيقة الدوري عندنا ملخبط شوية لان طبعا احنا عندنا اعداد فرقتين ريحين نيجيريا ان شاء الله يوم 28 ناشئات 18 سنة وناشئين 19 سنة دول برضو مؤهلين لبطولة العالم واحنا الحمد لله بنعدهم على قدر استطاعتنا يعني انا اقولك حاجة مثلا ان ناشئين 19 سنة دول مجموعين اسبوع واحد ولكن الحمد لله يعني المستوى كويس لان مستوىهم يمكن كون اقولك اعلى من الفرقة اللي هي الكبيرة يعني اعملانهم عسكر مغلق وان شاء الله مصفرين 28 وايضا الناشئات تحت 18 سنة معهم جهاز كوف طبعا والحمد لله اعداد جيد وان شاء الله البعستين طالعين مع بعض ان شاء الله باذن الله وباذن الله ان شاء الله برضا نرفع عرص مصر في اي حتة في افريقيا ان شاء الله خيرا يا دكتور رسالة حضرتك للعاب المتخب قبل خلاص لحظات ودقائم من انطلاق مباراة مصر والمغرب تقول اللي اللعابين وتقول اللي الجهازهم الفني كابتن هانا عبد الحميد اقول الجهاز الفني شكرا على المجهود اللي قاموا به واقول على اللاعبين شكرا على التدريبات اللي عملوها وانا يعني عايز اقول لهم شدوا حلكوا لان ده بيتكتب في تاريخكم كل لاعب في الاخر خالص بيبقى سيفي بتاعه التاريخ بتاعه بيقول انا كسبت بطورة افريقيا رحت بطورة عالم فده طبعا غير انه يكسب دوري مصري يجري يكسب كث مصر فطبعا ده تاريخ فانا بقول لهم شدوا حلكوا عشان يبقى دي في تاريخكم دايما ويبقى معروف قوي مين الفرقة اللي فازت في افريقيا وطلعت بطولة العالم وان شاء الله يحققوا مركز برضو تاني حانا سنة فاتت رابع عالم وان شاء الله بإذن الله برضو احنا عندنا امل حنتستعد تاني بمعسكرات ومدربين اكفاء وكل حاجة عشان نقدر نوصل نعمل نتاك ويسا بطولة العالم شكرا دكتور بيتوفيد اهلا بيك سعني شكرا كابتن هيسم ادك اللقانة مع الدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة يعني قبل لحظات من انطلاق مباراة الختمية في اليوم الختمي لبطولة كرة الطائرة لأمم أفريقيا تحت 21 سنة ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المصري من جديد تعود الكلمة للكابتن هيسم وضيوفه الكرام مرسلنا طبعا فروس صلاح من ارض الملعب شكرا جزيرا يمكن لقاء مهم مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد كرة الطائرة وقد دي كان العبق قيل على اللجنة ويمكن زي ما حدكم شايفين عنده اجندة ممتلئة لاتحاد الطائرة وزي ما شايفين برضو دكتور سامح حمدي وعد ان شاء الله مصر ستكون منافس قوي وعد بتحقيق نتائج جيدة يمكن